السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو عاجل من وزارة التربية ورسميا تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية والغير المنتهية وكذلك الامتحانات التنهيدية للطلب الخارجيين للعام الدراسي 22-23 ولكافة المراحل طبعا مواعيد امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية من امه الابتدائية الاول الابتدائي والثاني الابتدائي والثالث الابتدائي والرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والسادس الابتدائي يعني من الاول للسادس امتحاناتهم راح تبدي من يوم الاربعاء 25-1 وتنتهي يوم الثلاثة 31-1 المرحلة الثانوية الاول متوسط والثاني متوسط والثالث متوسط والرابع اعدادي والخامس الاعدادي والسادس الاعدادي امتحانات نصف السنة هتبدي 21-1 يعني وتنتهي أيضا يوم الثلاثة واحد وثلاثين واحد العطلة الربيعية رح تبدأ يوم الأربعاء الموافق واحد اثنين ولمدة أسبوعين طبعا العطلة الربيعية هي أسبوعين الدوام الرسمي يعني بعد العطلة الربيعية يوم الأربعاء خمس طعش اثنين هسه نجعله امتحانات نهائية المرحلة الابتدائية من الأول الابتدائي لحد الخامس الابتدائي يعني هاي الصفوف الغير المنتهية هتبدأ امتحاناتهم النهائية هاي يوم الثلاثة اثنين خمسة وتنتهي يوم الاثنين ثمانية خمسة أما المرحلة الثانوية الأول متوسط والثاني متوسط والرابع اعدادي والخامس الاعدادي هتبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17 خمسة وتنتهي يوم السبت الموافق 27 خمسة طبعا المراحل المنتهية هي وزاري السادس الابتدائي والثالث متوسط والرابع دادي تبقى بس طلب الخارجين للمتحانات التمييجية بعد ما محددين لحد الآن